استمراراً لمخططات الاحتلال الرامية لتهويد مدينة القدس المحتلة وعزلها بالكامل عن محيطها أعلنت حكومة الاحتلال عن بناء 11 ألف وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة عطروت شمال العاصمة الفلسطينية المحتلة يبدو أن حجم التهويد في مدينة القدس المحتلة وما لحقه من إغلاق للمؤسسات والمكاتب المقدسية لم يشفي غليل المستوطنين وحكومتهم بل هاهم يستمرون بإرهابهم بسرقة المزيد من الأراضي لصالح المستوطنات حيث كشفت ما تسمى بوزارة البناء والإسكان الاحتلالية عن خطة لبناء 11 ألف وحدة سكنية في مستوطنة عطروت شمال العاصمة المحتل يعمل ضمن خطة استراتيجية معلنة على فكرة يعني مش غامضة وبالتالي هو يغير القدس كلياً يغير مساحتها ديمغرافيتها جغرافيتها ويغيروا يغيروا هويتها من خلال هذه الأعمال الدائمة والمستمرة والممنهجة والبطيئة ولكن الثابتة هذا الإعلان الأخير عن بناء 11 ألف وحدة سكنية شمال القدس عملياً استكمال لعزل القدس كلياً عن محيطة لكن لم يكن لينجح هذا المخطط لو لا التعاون بين جميع أذرعي حكومة الاحتلال فقبل الإعلان عن المخطط الصهيوني بثلاث أيام فقط أقدم انجرفات الاحتلال وبأمر من البلدية على هدم منزل مقدسي في المنطقة عطاروت جزء من الأراضي المستهدفة حين مقامت سلطات الرثالة ببناء جدار الفصل العنصري وعزلت كرية كالنديا والمخيم ومنطقة الرام عن شمال غرب الكدس وامتدت بإصبع استيطاني وصل إلى قلب مدينة رمالة إلى منطقة مشارايت وأعلن لبرمان عن خمس مستوطنان جزء منها بناء مستوطنة على هذه الأراضي وتمديد مستعمرة والمنطقة الصناعية في عطاروت لتصل إلى قلب مدينة رمالة في الاستيطان وهذا يعتبر من أخطر المشاريع التهويدية وعملية الفصل بالكامل لحوالي 12 قرية من شمال غرب الكدس عن أي امتداد أو ارتباط في الكدس وبعد مضي 52 عاماً لا يزال الاحتلال يتفنن بطرق تهويدها فيما يصر سكانها على الصمود والوقوف بوجه كل محاولة تزوير من مدينة القدس المحتلة آية الخطيب رؤيا